موسيقى السلام عليكم حياكم الله أخوان هذا الفيديو رح نشرح ورح نوضح شلون وكيف آلية تقسيم الطلاب اللي موجودين في مرحلة من المراحل أو في دراسة من الدراسات إلى مجاميع أو إلى جروبات مو بصورة نظرية على الورق لا باستخدام منصة التعليم الإلكتروني منصة المودل منصة المودل طبعا اتيح إلنا وتوفر إلنا إمكانية تقسيم الطلاب بصورة إلكترونية إلى عدد من الشعب إلى عدد من المجاميع أو إلى عدد من الجروبات بحيث الطلاب اللي بالجروب الأول ما يقدرون يدخلون على الامتحان أو المحاضرة الخاصة بالطلاب الموجودين بالجروب الثاني والعكس صحيح شلون رح تصير هذه العملية رح نشرحها من خلال منصة المودل طبعا البداية رح تكون من القسم البداية رح تكون من القسم يعني شلون؟ يعني على سبيل المثال القسم من الأقسام عدد الطلاب بي بالدراسة الصباحية مثلا 150 طالب وردت قاعد أضرب مثال ترى وردت أقسم هذولي المئة وخمسين طالب إلى شطرين يعني كل 75 يمتحنون سويا فأني بالقسم رح أسوي أعدل قوائم ملاتي مثلا من تسلسل الطالب رقم واحد إلى تسلسل الطالب رقم 75 هذني أسويهم بقروب من تسلسل الطالب 75 إلى تسلسل الطالب 150 أسويهم بقروب ثاني بعد ما سويتهم بقروبين رح طبعا رح يصير تعميم على الأساتذة بالقسم نروح للأستاذ الأول نقول لي يا بلد عندك قروبين القروب الأول من الرقم واحد إلى رقم 75 والقروب الثاني من طالب رقم 75 إلى طالب رقم 150 فأنت يا تدريسي قسم قسم الطلاب إلى قروبات بالمادماتك بالمادماتك إلى هذولي القسمين إلى 75 ب75 وضروري ضروري يتم أو يكون أكو التزام صارم بهذا التقسيم اللي عممه القسم ليش؟ لأن هذني التقسيمات كل قروب رح يمتحن بوقت مثلا القروب الأول اللي هو من الطالب رقم واحد إلى الطالب رقم 75 رح يمتحن مثلا بالساعة 9 القروب الثاني من الطالب رقم 75 إلى الطالب رقم 150 رح يمتحن مثلا بالساعة 10.5 إلى 12 بهذا الشكل على سبيل المثال عندما أضرب أمثلة فالمهم أنه يكون أكو تقييد تام والالتزام تام في وقت شنو أو العفو في القروبات المعممة من الأقسام فهي ثاني تدريسي قسم هندسة تقنيات الحاسبات أخذت القروبات من القسم ونقوني القروبات رح وبلغوني أنه امتحان مادتي اللي هي أمنية الحاسبات والشبكات للدراسة المسائية قسمهم إلى قروبين قسمهم إلى قروبين وطبعا عندي موجود الشنو طبعا عندي موجود الشنو طبعا عندي موجود التقسيم ما للقروبات استلمت من القسم بورقة أو الكترونية شلو اللي راح يصير اللي راح يصير كالتالي راح أروح لهذا الطاب اللي هو الادارة اللي هو الادارة هاي بالعربي انا نحولها بالانجليزي يكون أيضا اسمه الادارة شعر إيماني عفو الادمينستريشن أروح مباشرة للإدارة أروح مباشرة إلى المستخدمون أفتح المستخدمون رح يطيني المستخدمون المنضمون طرق الإنضمام مجموعات صلاحيات آني اللي يهمني المجموعات اللي يهمني المجموعات فأروح مباشرة إلى المجموعات التبليغ اللي صار من القسم أنه أنشئ أو أسوي مجموعتين أسوي مجموعتين فمباشرة أروح إلى إنشاء مجموعة إنشاء مجموعة مباشرة أقول لمجموعة رقم أو أعفو نسمي جروب رقم واحد ننزل أقل حفظ التغييرات كم جروب رادة ومنعدي؟ رادة ومنعدي جروبين هذا الجروب الأول هاي الجروب رقم واحد جروب رقم واحد شن هذا الصفر؟ هذا الصفر بمعنى عدد الطلاب عدد الطلاب الموجودين بهذا الجروب شقد عددهم؟ صفر بعد مضايف أي طالب بعد مضايف المجموعة الثانية أو الجروب الثاني مثل ما قلنا القسم بلغ أنه يصار عدي جروبين وأروح للجروب رقم 2 وأقول لي حفظ التغييرات فصار عدي جروبين جروب رقم واحد وجروب رقم اثنين اثنيناتهم عدد الطلاب بهم وجهة صفر اثنيناتهم عدد الطلاب بهم صفر أروح لهذا الجروب وش أقول له؟ أقول له إضافة أو استبعاد مستخدم أضيف لداخل هذا الجروب أضيف له طلاب أقول له إضافة هنا نفتح لي شنو؟ عدد الطلاب العفو الطلاب المحتملين الطلاب المحتملين اللي ممكن ينضمون إلى هذا الجروب هنا يجي دور هنا يجي دور القائمة اللي استلمناها من القسم القسم بلغ أنه أسوي جروبين كل جروب يعني بي 75 أو حسنا عدي 35 طالب هنا كلهم كل جروب خلنا نقول بي 17 ورح أقسم هذولي حسب التقسيم للقسم مثلا رح أحدد أقول أحمد عماد بالورقة اللي استلمتها شديد هذا الطالب حيدر مازن ميثاق عايد ليث أحمد أحمد بهذا الشكل ذولة حددتهم أو بالماوس أضغط على أول واحد أضل دايس بالكلكل أي سرمان الماوس وأسحب لي جوه هذولي أقول هم اللي موجودين بالجروب رقم واحد وحسب شنو حسب القائمة اللي استلمتها من القسم أقول له شنو أقول له إضافة بهذا الشكل انضاف 18 طالب للجروب رقم واحد انضاف 18 طالب للجروب رقم واحد بعد ما أضفتهم أقول للرجوع إلى المجموعات هذا القروب الأول صار بي 18 طالب القروب الثاني ما بي ولا طالب ممكن أضيف له أقول له إضافة أحدد هنا بعدين أقول له إضافة من حسين حمزة شمخي حسب القائمة حسب القائمة اللي استلمتها من القسم وأنزل لهذول الباقية يقول لهم أضيفهم المن للجروب الثاني ممكن الطالب ينضاف بجروبين نعم ممكن فلازم ننتبه على نقطة ممكن الطالب ينضاف يعني أحمد عماد مثلا موجود بالجروب الأول وشديد بشير موجود بالجروب الأول أقدر أحددهم وأقول له ضيفهم للجروب الثاني فأحمد عماد وشديد بشير لازم ننتبه هاي شغلة رح ينضافون ورح يكونون موجودين بالجروب الأول بالجروب الثاني أقول له الرجوع إلى المجموعات للجروب رقم واحد رح ألقي بي أحمد عماد شديد بشير وباقي الطلاب أجل للجروب رقم اثنين رح ألقي بي أحمد عماد وشديد بشير وباقي الطلاب فلازم ننتبه لما ننسوي المجموعات إحنا ككادر تدريسي ككادر تدريسي ونلتزم التزام تام وكلي باللستة أو بالقائمة اللي نستلمها من الأقسام حس حاليا أنا صارت عدي شنو صارت عدي المجموعات وصارت عدي القروبات الاثنية شنو الخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها مباشرة نروح نسوي الامتحان أروح مباشرة أرجع إلى مادتي اللي هي أمن حاسبات مسائي حتى أسوي الامتحان مجرد ما فتحت المادة الخاصة بيا اللي هي أمن حاسبات وشبكات للدراسة المسائية راح أنزل للأخير طبعا مشغل التحرير مشغلة أقدر أعدل يعني راح أنزل جوه وأسوي شنو أسوي فكرتين أو موضوعين الموضوع الأول هو امتحان تجريبي رقم واحد والموضوع الثاني هو امتحان تجريبي رقم اثنين المادة الامتحانيين اللي يش هذني النافذ هسا راح نوضح لكم شلون أو ليش مباشرة نروح أضف نشاط أو مورد بالطريقة الاعتيادية المتعودين عليها اضافة اختبار اضيف اختبار اضافة زين خلنقول هذا اختبار واحد واحد للغروب هذا الاختبار مال منو مال لغروب رقم واحد رقم واحد تسمية مجرد اسم زين توقيتات على سبيل المثال تمكين تمكين توقيتات على سبيل المثال راح سويهن على سبيل المثال راح سويهن باتشر يوم السبت على سبيل المثال هم مدرسة مسائية يبلش ساعة بالثلاثة خلنقول بالثلاثة ينتهي الساعة بالأربعة من الساعة بالثلاثة للطلاب محاولات المسموح بيها محاولة واحدة نقول درجة النجاح هي من خمسة تمام هذا الصفحة كل الاسئلة في صفحة واحدة نخلي كل الاسئلة بصفحة واحدة سلك السؤال من خيارات المراجعة خيارات المراجعة راح نطفيهن كليتهم النتائج أو خطأ نخفيهن زي هسا الروح لأهم شي اللي هو تقييد الوصول والإعدادات العامة للمورد الإعدادات العامة للمورد مباشرة للروح نفعل شنو نفعل نمط المجموعات نفعل نمط المجموعات وين calmly ؟ الإعدادات العامة للمورد نفتحها نفعل بيها نمط المجموعات إحنا طبعا هذه ما جلنا نروح لها ليش؟ لأن ما كانت لدينا مجموعات وكما كانت لدينا قروبات لا كل الطلاب تدخل سوية يمتحلون ويطرعون سين نروح للإعدادات العامة للمورد نمط المجموعات ش راح نقله؟ راح أقول له مجموعات منفصلة مجموعات منفصلة أفعلها تمام خلصت من هذا الإعدادات العامة للمورد أغلقها أروح للنافذة اللي بعدها اللي هي تقييد الوصول شنو هاي القيود اللي راح أضيفها راح أضيف قيد لمن هذا القيد هذا القيد أو هذا الامتحان هذا الامتحان راح يظهر إلى مجموعة من الطلاب كأنما هذا القيد اللي راح أضيفه السماح فقط للطلاب الذين ينتمون إلى مجموعة محددة ينتمون إلى مجموعة محددة أقول للمجموعة يا مجموعة راح أخمتحن بها الجروب رقم واحد هاي المجموعة تمام؟ فالجروب رقم واحد الطلاب اللي موجودين بالجروب رقم واحد راح يقدرون يدخلون إلى هذا الامتحان شلون؟ من خلال تقييد الوصول ضفت القيد من أم القيد فقط الطلاب اللي موجودين بالجروب رقم واحد راح أقل له حفظ وعودة إلى المقرر الدراسي أرجع للامتحان ماتي أرجع للامتحان ماتي شوف ش مكتوب عليه يقول غير متوفر هذا الامتحان غير متوفر إلا إذا إلا إذا اللي هو هذا القيد أو الشرط اللي يضفناه شنو هو الشرط؟ إلا إذا كنت منتمي إلى الجروب رقم واحد يعني شنو؟ يعني هذا الامتحان راح يقدر يدخلون عليه فقط الطلاب راح يقدرون العفو يدخلون الطلاب فقط المنتمين إلى الجروب رقم واحد واللي عددهم شقد واللي عددهم ثمنطعش أنا هسي سويت الامتحان لكن ما ضبط الأسئلة هاي عملية إضافة الأسئلة هذا يعني يعني شنو مثل ما نقول بفيديو ثاني راح يجيكم هذا القروب رقم واحد صار امتحانة من الساعة ثلاثة للساعة أربعة زنو اللي قروب رقم اثنين ما لهم امتحان؟ لا أكون لهم امتحان اللي هو رقم اثنين راح نقول له إضافة نشاط أو مورد إضافة اختبار إضافة بهذا الشكل راح أقول نحن هنا اختبار اختبار ننزل توقيتات شوك التوقيتهم أيضا باتشر امتحانهم أيضا يوم تلتعاش بشهر يوم تلتعاش بشهر لكن وقت الامتحان مو من الساعة ثلاثة للساعة أربعة لا من الساعة أربعة خلي نقول نقول الساعة أربعة أو داريقتين من الطواقة للمنصة حتى يطلعون أو خليها خمس دقائق من الطلاب القروب الأول للساعة خمسة وخمس دقائق ساعة كاملة تمكين الوقت المحدد راح يكون جيد راح يكون خمسة وأربعة المحاولات المسموح بها محاولة واحدة فقط تخطيط الصفحة كل الأسئلة في صفحة واحدة كل الأسئلة في صفحة واحدة خيارات المراجعة راح نطفيهن كليتهن مباشرة بعد الامتحان ولا يشوف نتيجته أو نتيجة الاختيار مات الإعدادات العامة للمورد إعدادات العامة للمورد راح أفعل شنو راح أفعل نمط المجموعات ورح أروح إلى تقييد الوصول بتقييد الوصول أيضا إضافة قيد شنو القيد قيد مجموعة يا مجموعة قبل شوي اختارت جروب رقم واحد هس راح اختار جروب رقم اثنين بهذا الشكل أنزل أقل حفظ وعوده إلى المقرر الدراسي راح نزل للأخير يا أخوان للامتحان راح نشوف أيضا نضاف للشنو نضاف للقيد أو الشرط غير متوفر إلا إذا أنت تنتمي إلى الجروب رقم اثنين فهذا هنا الجروب خاص بالطلاب اللي موجودين بجروب رقم واحد وهذا الامتحان خاص بالطلاب المنتمين إلى الجروب رقم اثنين تمام يا شباب هذني العفوذني للقروبات جروب رقم واحد والقروب رقم اثنين لازم يتصير التزام تام وكلي بالقوائم اللي راح تستسلم للكادر التدريسي من قبل الأساتذة حتى يصير إعلان للطلاب أنه من الاسم الفلاني إلى الاسم الفلاني راح يكون اختباركم الساعة بثلاثة من الاسم الفلاني للاسم الفلاني راح يصير اختباركم بساعة الرابعة تمام؟ هنا من الثلاثة للأربعة هنا من الأربعة إلى الخمسة فلازم يكون شنو؟ لازم يكون تنظيم هذا التنظيم خاص بالقسم فكل قسم لازم يعد القوائم مالته لازم يرتب جروباته حتى يصير أكو تزامن بين عمل التدريسي من جهة وعمل الطلاب من جهة ثانية الطالب راح يعرف الشوكة الامتحانة والتدريسي راح يلتزم بهذني القوائم المسلمة إلى من قبل الأقسام طبعا ما يصير ما يصير وما يجوز أنه طالب ينظاف هنا بالقروب رقم واحد وينظاف مرة ثانية بالقروب رقم اثنين إذا ضفت إذا التدريسي غلط مثل ما سوينا قبل شوية وضفنا طالب هنا بالقروب رقم واحد بالقروب رقم اثنين فالطالب راح يقدر يمتحن بالقروب الأول وبالقروب الثاني يعني كأنما راح تتاح إلى فرصة الامتحان أداء الامتحان مرتين حسن بيغض النظر إلى أسئلة مختلفة أو مش شابهة طبعا الأسئلة راح تكون مختلفة مية بالمية على الفيديو الجاي راح نشوف شلون راح نفعل الأسئلة العشوائية حتى المنصة هي توزع الأسئلة بصورة عشوائية هنا على الطلاب وتوزعها بصورة عشوائية في هذا الامتحان الثاني على الطلاب يا أخوان أتمنى يكون موضوع الفيديو واضح بالنسبة لكم ويعني اختصرت قدر الإمكان اختصرت قدر الإمكان أهم الأمور اللي تحتاجوها يعني القروبات ممكن أضيف باسورد لكن ما تحتاجوا ممكن أن نضيف هواية هواية أمور وهواية هواية تفصيلات لكن أنتم ما راح تحتاجوها أنا التزمت فقط بالقدر اللي تحتاجوه حتى تأدون هذا الاختبار أو تأدون المجاميع في مقرراتكم الدراسية بصورة واضحة وناجحة أتمنى لكم التوفيق مع الف سلام أمي أشباب